اشتركوا في القناة يتيح لك إمكانية تعديل الصور بإضافة بعض التأثيرات الرائعة كأنه يتيح لك إمكانية جمع الصور في إطار واحد تختار الجزئية التي تشاء فالبرنامج يحتوي على وظيفتين إذن نبدأ أولا بشرح البرنامج ثم بعد ذلك ننتقل لنرى من أين يمكننا تحميل البرنامج بعد تحميل وتثبيت البرنامج سوف تحصل على هذه الأيقونة كما تلاحظون اسم البرنامج هو Photo نضغط عليه ثم أضغط على Update Later لتحديث البرنامج فيما بعد كما تلاحظون بعد فتح البرنامج ستجد عندك خيارين خيار Edit وهو لإجراء بعض التعديلات وإضافة بعض التأثيرات للصور وعندنا أيضا خيار College وهو المتعلق بإمكانية جمع مجموعة من الصور في إطار واحد لتشكيل ألبوم أو صورة تحتوي على مجموعة من الصور وهو الخيار الذي سوف نبدأ به College كما تلاحظون فتح لنا على هذا الشكل بالمناسبة طريقة جمع الصور في إطار واحد سبق رأيناها في هذه الحلقة كما تلاحظون ببرنامج صغير أيضا ومجاني يقوم بنفس هذه الوظيفة التي سوف نرى بعد قليل أيضا رابط هذه الصفحة بالإضافة إلى رابط تحميل البرنامج تضغط على إثنان كما تلاحظون يعطينا هذين الشكلين إن كنت ترغب في إطار يحتوي على ثلاث أقسام تضغط على ثلاثة وهكذا فلنختار مثلا إطار يحتوي على أربعة أقسام نضغط على أربعة ثم أختار هذا الشكل العادي أربع تقسيمات متساوية إذن لإضافة أي صورة إلى هذه الإطارات يكفي الضغط عنها على Add ثم تقوم بسحب الصورة أو فقط تقف على الإطار الذي ترغب في إضافة صورة إليه وتضغط عليه مرتين كما تلاحظون ثم تختار مكان الصورة هذه الصورة أقوم بالضغط عليها ثم فتحها إذن فكما تلاحظون تمت إضافة الصورة الأولى نفس الشيء نقوم بالضغط مرتين على إطار آخر ثم نضيف صورة أخرى أقوم بسحبها مثلا إلى هذا الجانب فقط بسحب إطلاق ثم أضيف صورة أخرى هنا ثم هنا أضيف صورة رابعة مثلا على هذا الشكل كما تلاحظون عندنا الآن أربع صور ثم من هنا من البوردر يمكنك التحكم لاحظ ماذا يحدث لإطارات الصور هنا جوانب هذه الصور كل صورة على حدة لاحظوا عند تحريك الآن في كورمرز هنا لاحظوا ماذا يحدث كما تلاحظون قوائم أو زوايا الإطارات تختلف كما تلاحظون حدة الزاوية تتراجع أيضا عندنا الخيار شادو لإضافة الظل لا أعلم إن كنت تلاحظه جيدا بسبب التصوير لكنه يبدو بعد تشغيل برنامج سوف تلاحظه أيضا عندنا هنا من العرض عرض الإطارات أو الفراغ بين كل صورة وصورة كما تلاحظون إذن نعيدها كما كانت ثم لاحظوا يمكنك أن تجعلها متلاسقة بإزالة العرض بين الصور كما تلاحظون لتبدو كأنها صورة واحدة يمكنك التحكم كما تشاء إذن أجعل بعض الفروق بين الصور ثم عندنا هنا الـ Colors الألوان لاحظوا تختلف الألوان في خلفية الإطار بمجرد تمريري هكذا للقلم فوق الألوان إذا تختار اللون الذي تشاء فقط من خلال الضغط عليه ثم عندنا هنا في الـ Patterns أيضا مجموعة من الخلفيات يمكنك أن تختارها لاحظوا الخلفية وراء الصورة تختلف أو خلفية الإطار تختلف كما تلاحظون مجموعة من الخلفيات الجميلة أيضا أيضا عندنا هنا في Freestyle كما تلاحظون يعطيك مجموعة من الفريستايل بالـ Background أو بخلفية مختلفة لاحظوا معي يمكنك اختيار الخلفية التي تشاء ونختار هذه الخلفية على سبيل المثال كما يمكنك التحكم في حجم الصور وأيضا في اتجاهها فقط بالضغط على الصورة كما تلاحظون أنا اخترت صورة هذا القط الذي يبدو كأنه يدعو أو القطيط بأنه صغير ثم من هنا يمكنك التحكم كما تلاحظون في الحجم وأيضا أضير الصورة كما أشاء إذن أجعلها كبيرة قليلا هكذا ثم من هنا تتحكم في مجموعة من الأشياء كما تلاحظون مثلا الشفافية شفافية الصورة كما تلاحظون أيضا هنا الشداء وتتحكم في الضل أيضا عندنا العرض كما تلاحظون يمكنك أن تتحكم في الإطار أو عرض الإطار أو البوردر إما بالإبقاء عليه أو إزالته ثم هنا في الروتايت يمكنك إدارته أيضا بنفس الطريقة التي رأينا أيضا يمكنك أن تختار صورة أخرى تقوم بنقلها للمكان الذي تشاء تحدد الحجم الذي تشاء وهكذا مع باقي الصور إذن نعود إلى التامبليت لنرى خاصية أخرى هي المتعلقة بعرض أو حجم الإطار كما تلاحظون هنا عندنا واحد واحد أيضا عندنا أربعة ثلاثة لاحظوا بعد اختيارها ثالح حجم الإطار أعرض أيضا عندنا الإطار ثلاثة أربعة يصبح الإطار طوليا كما تلاحظون إذن تختار الحجم أو الشكل الذي تشاء واحد واحد يكون شكله مربعا نختار واحد واحد ثم تجد عندك أيضا خيار المشاركة لمشاركة الصورة مع أصدقائك تضغط على share هنا ثم تضغط لاختيار الفيسبوك أو تويتر أو فليكر ثم تدخل حسابك الشخصي لمشاركة الصورة مع باقي أصدقائك على شبكات التواصل الاجتماعي كما يمكنك أيضا حفظ الصورة على سطح مكتبك أو على جهازك بالضغط على save as ثم تختار من هنا سيرة الحفظ سيرة الصورة المألوفة جيباك بانجي بانبي وأيضا التاف تختار الصيرة التي تشاء أفضل صيرتين من ناحية الجودة هما صيرتين جيباك والبانجي إذن نختار جيباك ثم من هنا تختار مكان حفظ الصورة أو الصورة بالضغط على browse أختار أنا في حالتي مثلا سطح المكتب desktop ثم أضغط على select folder ثم من هنا أيضا يمكنك التحكم في الحجم تغير dimensions أو الأبعاد إلى الأبعاد التي تشاء أيضا عندنا من هنا تتحكم في جودة إخراج الصورة هنا الجودة العالية هنا جودة متوسطة وهنا جودة عادية normal إذن نختار high أعلى جودة ثم نضغط على save photo وكما تلاحظون ظهور هذه الرسالة saved suscflee تم حفظ الصورة بنجاح إذن ننتقل إلى الخاصية الثانية في البرنامج نغلقه ونعيد فتحه لنرى الآن خاصية التعديل على الصور إذن update ledger ثم أختار هذه المرة edit إذن كما تلاحظون تم فتح البرنامج يمكنك فتح أي ملف أو صورة بالضغط هنا click here to start ثم تختار الصورة التي تشاء من بين الصور الموجودة على جهازك بطبيعة الحال أختار صورة هذا الطفل كما تلاحظون كما يمكنك فتح الصور من خلال file هنا ثم تضغط فقط على open وتختار مكان الصورة التي تشاء إذن ولتكون هذه الصورة نجري عليها بعض التعديلات كما تلاحظون هنا عندنا قائمة من مجموعة من التعديلات لاحظوا إضاءة الصورة تختلف من تعديل إلى آخر أو من اختيار إلى آخر لاحظوا معي كما تلاحظون وتستمر هكذا إلى أن تحصل على التأثير الذي تشاء هذا فيما يخص Sends ننتقل إلى Cours هذا الخيار أيضا يتيح لك إمكانية التحكم في الجزء الذي ترغب في تصويره أو في الجزء الذي ترغب في الإبقاء عليه من الصورة كما تلاحظون ثم يعطيك أيضا مجموعة من الخيارات منها هنا الأوريجينال كبير كما تلاحظون أو الخيار الأصلي يمكنك التحكم في العرض عرض الصورة وأيضا في ارتفاعها من هنا من الوث والهاي تدخل القيم التي تشاء ثم عندنا الجولدن أيضا خيار آخر له قياسات وأبعاد مختلفة عن الخيار الذي سبق مثلا كما تلاحظون يمكنك أيضا أن تتحكم في الطول والعرض وهكذا مع باقي الإعدادات المتوفرة في هذا الخيار إذن نذهب إلى الأدجست هذا الخيار يتيح لك أيضا مجموعة من التغييرات كما تلاحظون لاحظوا ماذا يحدث للصورة الآن لاحظوا معي في البرائتنس أيضا متعلق بالإضاءة نفس الشيء في الكونتراست كما تلاحظون مجموعة من الإعدادات المتعلقة بالإضاءة أيضا في الساتوريشن إشباع الصورة بالألوان كما تلاحظون تجعل الألوان فاتحة جدا أو تجعلها حتى بالأبيض والأسود إذا اخترت هنا هذا الخيار إلى أقصى اليسار ثم باقي الإعدادات كما تلاحظون كلها متعلقة بالإضاءة والألوان عندنا هنا أيضا حرارة الألوان من الألوان الباردة هنا بالأزرق إلى الألوان الساخنة بالبرتقالي في آخر الخطة ثم عندنا هنا في Tent نفس الشيء كما تلاحظون تعطيه بعض التأثيرات خضراء أو بنفسجية تختار التأثير الذي تشاء ثم عندنا في FX هنا أيضا مجموعة من التأثيرات كما تلاحظون وكل تأثير يمكنك التحكم في شدته من خلال Anthensity كما تلاحظون أيضا هنا تخيار الأبيض والأسود مجموعة من التأثيرات الرائعة جدا أيضا عندنا في البوردر هنا يمكنك التحكم في إطار الصورة كما تلاحظون الإطار يتغير الآن لاحظوا تختار الإطار الذي تشاء من بين مجموعة من الإطارات ثم عندنا أيضا في Tile Shift يمكنك هذا الخيار أن تتحكم في ضبابية جزء معين من الصورة ثم عندنا هنا أيضا في الأسفل يمكنك إدارة الصورة كما تلاحظون بخيار Left أو خيار Right أيضا عندنا خيار Zoom لعمل زوم على جزء معين من الصورة كما تلاحظون هكذا يمكنك أيضا أن تتحكم في نسبة الزوم 150% أو 50% أو 25% أو 200% تختار نسبة التي توافقك أو تلائمك ثم بعد أن تنتهي من إجراء تعديلاتك يمكنك أيضا مشاركته بنفس الشيء تختار Share ثم تختار الشبكة أو شبكة التواصل الجماعي التي تضرب في مشاركة صورتك عليها وتقوم بإدخال بيانات حسابك الاسم ومود باس أو باسورد ثم بعد ذلك أيضا يمكنك حفظها على جهازك بالضغط على Save As كما رأينا سابقا نفس الإعدادات التي رأيناها في الخيار الأول كما يمكنك إجراء تعديلات Online بالضغط هنا على Check Out Our Free Online Photo Editor ليفتح لك هذه الصفحة كما تلاحظون يمكنك من خلالها إجراء نفس التعديلات التي رأيناها سابقا دون الحاجة إلى استخدام البرنامج أو تحميله وتتبيتي من خلال Foto.com كما تلاحظون وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه للمزيد من الحلقات والمقالات المتميزة وأيضا الحصرية تفضل بزيارة موقع مشروح كما لا تنسى الاشتراك في قناتين مشروح الأولى والثانية إن لم تكن من مشتركيهما بعد لتبقى على الطلاع بجديد القناتين في حينه وأدعوك للإندمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الشبكات الاجتماعية الفيسبوك، تويتر وغوغل بلاس كما أسعد بصداقتك على صفحتها الشخصية على الفيسبوك كل معلومات التواصل تجدها على موقع مشروح وأيضا في وصف الحلقة على اليوتيوب إلى أن ألقاك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته